في فرق ان انت تعمل فترة اعداد كويسة وتبني على الفريق اللي معك بالكامل بيبقى منظر بالطريقة دي ان الصفقات الجديدة متحسش انها جديد هتحس انه ما بقالهم كتير في وسط الفرقة يعني ريدا سليم انا حس ان هو ده تالت رابع موسم لي من كترة ما هو انا حس انه واخد على اللعيبة امام نفس الكلام هيا صفقات بينها ومن اول يوم لها باين ان هيبقى لها دور كبير جدا على مدار الموسم تعالوا نروح بقى لخبر محزن جدا خبر حزين الحقيقة يخص لعبنا وناشئنا عمر سيد معاود لعب فريق الشباب بالنادي الاهلي اللي تعرض خلاص رسميا كده يعني للاصابة بالرباط الصليبي بعدما كان في فترة معايشة مع النادي ريال بتيس الأسماني زي ما حدراكم عارفين يعني الماتش الاخير ليه في قطاع الناشئين اتخبط خطة جاملة شوية فطلع الموضوع رباط صليبي تمنى النادي الاهلي الشفاء العاجل لمهاجم فريق الشباب عمر سيد معاود من خلال الصفحة الرسمية للنادي الحقيقة خبر حزين جدا لان لعب شاب مميز بيبدأ مشواره كان عنده عرض من ريال بتيس الأسماني تجي له اصابة في التوقيت ده لكن الاصابة قادر زي ما حدراكم عارفين وبالتأكيد بالعزيمة والاصرار يرجع احسن من الاول كمان الف سلام عليك عمر الحقيقة يعني بتبقى صعبة شوية في المرحلة الاولى دي انت ناشئ صغير وتجرب اصابة بالقوة دي وانت لسه سنك صغير قوي ربنا معاك وان شاء الله ترجع اقوى من الاول انت الحمد لله ان الموضوع يعني ايه جالك بدري تقدر تتعافى منه ان شاء الله وترجع احسن من الاول وانت عندك انت راجل مميز ان انت فايتر في الملعب ومقاتل فاكيد هتبقى برضو ترجع بنفس القوة دي في اقرب وقت نروح بعد كده ليه واحد من نجوم الزمن الجميل بقى جيلبرتو النهاردة بيحتفل النجم الأنجولي جيلبرتو بعيد ميلاده الواحد واربعين هو من اللعيبة اللي عملوا شهادة يعني عملوا مع جمهور النادي الاهلي باصمة كبيرة جدا شهرة كبيرة جدا وليهم رصيد في قلوب كل جمهور النادي الاهلي جيلبرتو كان احد ابرز لعيب الجوهة اليسرى في النادي الاهلي على مدار تاريخه يعني لما تعد كده واحد اتنين تلاتة يبقى لازم يبقى في التلاتة الاوائل حقق كل البطولات اللي ممكن يحققها لعيب اجنبي مع النادي الاهلي وحقق مع الجيل الاعظم في تاريخ النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين جيلبرتو حقق كل البطولات شارك في اول مشاركة في كاس العالم هيفضل جيلبرتو واحد من النجوم اللي ليهم كان خاصة جدا عند جمهور النادي الاهلي مش بس الاسباب الفنية راجل منتمي والحد الوقت لما النادي الاهلي بيحتاجه بيلاقيه لما بيتاخد رأيه في لعيب افنجولي ولا في اي حاجة من الحاجات اللي بيبقى بينه بين النادي الاهلي بتلاقيه الحقيقة يعني ان هو حقق مع النادي الاهلي تاريخ كبير جدا واخلاصه للنادي الاهلي مستمرة لحد النهاردة وعشان كده بنفتكره دايما بنفتكر دايما الرموز اللي زي اللي احنا بنتعامل مع رموز كبيرة سواء اجنبي او مصري علي معلوله هيبقى ليه نفس المصير بعد كده لانه نعيب قدى للنادي الاهلي بمنتهى الاخلاص كل اللعيبة الاجانب وما زال بيقدي وعنده فرصة ان هو يقدي اكتر واكتر واكتر وهيجيب بطلق كتير كمان في الفترة اللي جاية فكل الاجانب بيتعاملوا زي ولاد النادي بعد كده زي ما شفتم مع جيلبرتو كده هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنتكلم عن انجاز تاريخي عملوا النادي الاهلي في كورة السلة النهاردة في كاس العالم للاندية انجاز مش عادي يعني بس نطلع فاصل ونرجع نتكلم عنه